بالفعل صباح هذا اليوم قالوا بأنه من غير الواضح الآن في ظل هذا التصعيد إذا كان الوفد الإسرائيلي سيخرج من تل أبيب إلى القاهرة ولكن تم التحديث بأن الوفد المفاوض الرفيع برئاسة رئيس المساد دهدي برنيا رئيس الشباك رونين بار بالإضافة إلى الجنرال نتسان ألون المسؤول عن ملف المفقودين والمحتجزين في الجيش الإسرائيلي سيغادر تل أبيب إلى القاهرة اليوم ماذا يعني هذا الأمر بالنسبة للتصعيد الذي رأيناه في الساعة الأخيرة هذا يؤكد ما قلناه سابقا بأن إسرائيل ترى بأن هذه جولة محدودة وليست حرب شاملة هناك العديد من الإشارات لهذا الموضوع ولكن فقط سأعرج قليلا على قضية المفاوضات في القاهرة أولا لا يوجد هناك تفاؤل إسرائيلي خاصة مع استمرار تعانوت نتنياهو وتعانوت الإسرائيلي بالتواجد على محور فيلادلفيا ولكن هناك اعتقاد إسرائيلي بأن نجاح هذه المفاوضات قد يؤدي إلى خفض التصعيد في الجبهات الأخرى خاصة وأن إسرائيل اليوم تنتظر تصعيدا أيضا في جبهات أخرى من الجهة الشرقية أي نتحدث عن إيران عن الحركات في العراق الحوثيين في اليمن إسرائيل تتوقع أن يكون هناك انضمام أو تعتقد وتقول بأن فشل هذه المفاوضات قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد ولكن نجاحها قد يؤدي إلى ضبط الأمور وإعادتها إلى نصابها وحتى ربما التهدئة في الجبهة الشمالية ولكن دعيني أعود إلى كل التطورات فيما يخص هذا التصعيد اليوم على الجبهة الشمالية أولا اجتماع الكابينت الذي بدأ في ساعة السابعة صباحا انتهى قبل نحو ساعة من الآن أو أقل من ساعة نتنياهو في مستهل هذه الجلسة أعاد كل ما نشر صباح هذا اليوم المعلومات نشرتها إسرائيل كان قد قال في مستهل الجلسة بأنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بالتحرك وتوجيه ضربة استباقية لإزالة ما سماه التهديد لحزب الله وأيضا يقول بأن الجيش الإسرائيلي مستمر بقوة لإحباط هذه التهديدات وفق نتنياهو تم تدمير آلاف صوريق الموجهة إلى شمال البلاد وتهديدات أخرى ويقول بأن إسرائيل مستمر في هذا الأمر حتى إعادة الأمان وإعادة سكان الشمال إلى بيوتهم وهذا يتوافق أيضا مع مقاله المهتحدث العسكري الإسرائيلي الصباح هذا اليوم عن قضية إزالة التهديد هنا نقطة مهمة أيضا يجب أن نذكرها الجيش الإسرائيلي الإحاطات الإعلامية للمراسلين الإسرائيليين التي نسمعها على شاشات التلفزة ونقرأها في عنوين الأخبار تتحدث بأن كان هناك تهديد كبير من حزب الله وأنه كان سيضرب نحو ستة آلاف صاروخ على منشآت استراتيجية من ضمن هذه المنشآت أيضا منشآت في وسط البلاد المقصود تل أبيب الكبرى تل أبيب وضواحيها هناك تلميحات من مراسلين عسكريين بالإضافة إلى حديث واضح من قبل من كان يشغل في الصابق منصبا في رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يقولون بأن هناك مبالغة كبيرة في هذا الحديث الإسرائيلي هذا يعني بأن بيانات حزب الله صحيحة بمعنى أن إسرائيل هولت بالأمر حول آلاف الصواريخ حول استهداف المركز يقول الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية لو كانت بالفعل هناك منصات صواريخ موجهة نحو المركز لكنا رأينا الآن حرب وربما ضربات في بيروت ولكن إسرائيل استهدفت بالأساس القرى المتواجدة جنوبي لبنان في هذا الصياق أيضا أتحدث عن البيان الذي أصدره مكتب وزير الجيش يوآف جالنت عن المحادثة الهاتفية التي تمت بين جالنت وبين نظيره الأمريكي لويد أوستن جالنت قال لأوستن بأن إسرائيل تنفذ ضربات محدودة لإزالة التهديدات بمعنى نتحدث عن محدودية هذه الضربات نتحدث عن إزالة التهديدات وليس مبادرة لهجوم أوسع مما هي عليه الحال الآن وبالتالي هذا يؤكد ما ذهبنا إليه بأن يبدو بأن هذه جولة تصعيد محدودة إلا إذا كانت أحداث استثنائية مثل مقتل الكثير من المواطنين المدنيين سواء في لبنان أو في الداخل الفلسطيني داخل الخط الأخضر في الجليل والجولان ملاحظة أخيرة حتى الآن لا نعلم إن كان هناك أضرار وإصابات كان نشر حول بعض الإصابات في بيت في زرعيت بالجليل الغربي لا يوجد إصابات لسكان مدنيين إسرائيليين ولكن لا ننسب أنه كان هناك مسيرات انقضادية بالإضافة للصواريخ التي أطلقها حزب الله ربما المسيرات الموجهة لأن صواريخ الكتيوشة غير دقيقة ربما أطلقت صواريخ الكتيوشة من أجل تمرير هذه المسيرات الانقضادية على ما قال حزب الله بأنه 11 قاعدة عسكرية إسرائيلية حتى الآن ليست لدينا صورة عن الإصابات داخل إسرائيل الإصابات الأقصد المواقع التي أصيبت إن كان يوجد مواقع كهذه أصيبت بمسيرات انقضادية استمعنا عن انفجار مسيرة في إحدى الشوارع الرئيسية في الجولان دون وقوع إصابات أو أضرار كبيرة هناك عدد من الحرائق في الجليل الأعلى حواجز شرطية وعسكرية تمنع تنقل السكان خاصة في مناطق الجليل الأعلى اشتركوا في القناة